خليني أكلمكم عن الرحلة اللي حصل خلال الفترة دي ووصلنا لإيه ولكن مش هنفع نعرض حاجة دلوقتي لأن احنا بنصور وبنوثق والحالة ستعرض كاملة في الحفلة بإذن الله في غسطس في غسطس عشرين وعشرين اتصل علي عميد ركن سليمان العاصمي أحمد حبيب قلت له أيوة قال لنا جبت رقمك من الانترنت من يوتيوب تحديدا حضرتكم لو كتبتوا على يوتيوب الهوية المؤسسية أخوكو أول عشرين نتيجة تقريبا ولو كتبتوا على يوتيوب العرض الرقمي أخوكو أول عشرين نتيجة تقريبا فهو دخل كتب الهوية المؤسسية فأول عشرين نتيجة واحد غلس اسمه أحمد حبيب رقم كده كلما يروح حده أحمد حبيب قلوا ما هي كده أحمد حبيب زهر الراجل ألا خلاص نجيب ونشوف إيه الموضوع عن الراجل ده طيب احنا عايزين نعمل منظومة الهوية المؤسسية الرقمية المتكاملة قلوا مرحبا بك قال لي احنا أكبر مؤسسة ركز بقى في الكلام الجيدة في الترتيب ده قال لي احنا أكبر مؤسسة أمنية خاصة في سلطنة عمان احنا عشر ألاف ما بين فرد أمن وضابط وضبط متقاعدين ومتكلم عن متخصصين في الأمن الخاص والأمن الصناعي ونقل الأموال ونقل النقد ونقل الممتلكات الثمينة والحراسات والتأمين والمرافقات والحماية والمائية والغير قعد يحكي لي الموضوع ماشي ازاي فأمتلك كاتب روشيتة من ستاشر صفحة كاملة قبل ما حتى نلتقي ولا نوقع التعاقد ونعمل أي حاجة قلت له هنعمل واحد اثنين تلاتة عشر عشرين تقريبا في ستاشر صفحة ورسلتها لي بعد ست أيام من المكالمة كنت وقف على نفس الستيج دي بتكلم مع زميلكم اللي حضر منكم عانا أو ما حضرش عملنا محاضرة بعنوان مراحل بناء الهوية المؤسسية المتكاملة وفق رؤية عمان عشرين أربعين وبدأنا نتحرك في الموضوع ونسأل الناس ونجس نبض الحضور والدنيا ماشية ازاي وننقل الفكرة وننقل التصور للحضور آنذاك وكان فيه بعض من مجلس إدارة المؤسسة وكذلك المدراء ورأسها الأقساء بدأت الفكرة تتبالور حضرتكم انشغلته في ندوة ذفار المؤسسة كانت مجهولة في ندوة ذفار في نوفمبر بعدها بشهرين رجعت تاني على نفس الستيج عشان نتكلم بشكل أكثر تخصص وأكثر عمق وبدأنا الرحلة ايه بقى موضوع الرحلة الهوية على عشر مسارات عشان تبني هوية لأي منظمة لأي مؤسسة لأي كيان انت بتبني عشر حاجات وتجمعهم على بعض ايه لعشر حاجات دول بتبني حاجة اسمها الكيان المعلوماتي ونتكلم عنه بعد شوية بتبني حاجة اسمها الهوية التجارية كيان المعلوماتي ده هوية المؤسسية بعد كده الهوية التجارية علاقتك بالأسواق والهوية الإدارية والتنظيمية كل ما له علاقة بالإدارة والتنظيم والمسارات داخل العمل وبعد كده تترجم كل ده الى بصري هوية بصرية وبعد كده تترجم ده كله الى رقمي هوية رقمية وبعدين تبدأ تتكلم عن السلوك والتصرف والأداء هوية شخصية وتاخد السبع حاجات دول مؤسسي تجاري إداري وتنظيمي بصري رقمي شخصي تعززهم بثلاث حاجات تدريب وتأهيل محتوى وترجمة إطلاق وتدشين فكانت أول خطوة مع سيادة العميد أن نبني الكيان المعلوماتي ما هو تعريف الكيان المعلوماتي لا يا أحمد ما تقوليش تعريف الكيان المعلوماتي قولي أهمية المعلومة الأول صدق أو لا تصدق وإن شاء الله تصدق نحن نعيش في حالة من الصراع المعلوماتي غمض عينك حط صباعك عشوائي على أي مشكلة في أي عالم من الأعمال بيزنس تجاري ربحي غير ربحي أي مؤسسة أعمال على أي مشكلة فاتح عينك هتلاقي أن سبب المشكلة دي غياب المعلومة لو أنا قلت لك أنت مدير إيه أو مشرف فين أو تحتيبينك موظفين مين وبتعمل إيه دي معلومة بتعملها إزاي دي معلومة هتطور منها إزاي دي معلومة هتتدرب عشان تلقي من نفسك إزاي معلومة هتوصل للشخص المناسب اللي يقدم معاك جنب إلى جنب إزاي معلومة مين محتاج الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة معلومة هتجيب مصادر الخدمات دي منين معلومة المشتريات معلومات المبيعات معلومات التسويق معلومات التدريب معلومات الخدمات والمنتجات معلومات معلومة 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 المعلومة دي أخطر حاجة في الدنيا أخطر شيء في الدنيا المعلومة وهي نتاج لمعالجة البيانات بي عندك بيان تعالجه تطلع منه معلومة صناعة المعلومة صناعة احترافية يعني من يملك المعلومة يملك القوة لكن تمايزت الأمم ألاف السنين بالزراعة ومئات السنين بالصناعة وعشرات السنين بالمعلومة اليوم أنا بكلم حضراتكم القوة مش فقط في المعلومة القوة هتبقى فين فيما بعد المعلومة وهي الحكمة نحن نغادر الآن عصر المعلومات عصر أن القوة في المعلومة الوحدها إلى عصر أن القوة في الحكمة وما هي الحكمة فعل أو قول ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي انت معاك المعلومة هتعمل بها ايه هنا القوة بقى زمان انك تحصل على المعلومة كافية انك تكون قوي اليوم حصلت على المعلومة لأ انا ممكن بعمل لك كنت مرة في احد الدورات بدرس حاجة في الامن المعلومات في واحد بيتكلف و تقول انت شغال في شركة ايه قال لي في شركة كزا قلت له طيب انا هكتب حاجة على جوجل تفهة جدا هكتب لك ارقام الموبايل في الشركة عندك كده بتصيرش بسيط على جوجل ممكن اي حاجة طلعت عشرات الالاف من الموبايلات من الشركة بتاعته تصيرش بسيط على جوجل اكسل وهات وورد وهات وهات فتحنا قال لي ايه ده عشان ما فيش ثقافة توظيف المعلومة امن المعلومة التعامل مع المعلومة المعلومة دي حاجة مهمة جدا 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 عدوك ما يعرفش من ورا الباب ده في كم واحد قاعد دلوقتي هو لو عارف العدد وعارف الأسماء وعارف التخصصات وعارف وعارف هيعرف يتعامل معك كعدل طيب لو ما عرفش انت بالنسبة له زي الجماد هو مش فهم حاجة وبالتالي المعلومة ثم المعلومة ثم المعلومة طيب اول حاجة تبني الكيان المعلوماتي اول حاجة كيان المعلوماتي دي عبارة عن ايه بقاها كل صغيرة وكبيرة من شأنها التعريف بالمؤسسة فعدت مع العميد سعيد يعني من كتر ما احنا اشتغلنا وذكرنا نحافظ الكيان اللي هيوصلكوا بعد كده التعريف التوصيف الاسم الرسمي الاسم التجاري اسم الشهرة الرؤية الرسالة اهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة الادوات الخطة العامة الخريطة العامة القيم مصفوفة الاولويات مدونة السلوك الهيكلة المكانة السمعة التموضع الميزة الميزة النسبية الميزة التنافسية المستدامة كوردك كتب للمؤسسة مش كتب اتذاكر وندخل متخصصين ونخرج متخصصين وندخل متخصصين ونخرج متخصصين عشان نوصل للداتا دي والميزة والميزة النسبية والميزة التنافسية المستدامة والتكلفة التنافسية والملكية الفكرية والتفرد والخمس مصادر بتاعت اي بيزنس في الدنيا المنتجات والمشاريع والخدمات والحلول والمبادرات وسوات قوة وضعف وتحدي وتهديد الى الاخره بنتكلم عن مئة محور ما بين رئيسي وفرعي في كيان معلوماتي هيوصل لحضراتكم ان شاء الله بإذن الله تعالى تتطالعوا هتشوفوا المؤسسة كونكريت بشكل صلب وقوي وواضح طبعا قبل ما نعمل الكيان ده لم يكن هناك وثيقة قادرة انها يتعبر عن مؤسسة الامن والسلامة تعبير حقيقي عملنا استبانة مش عارف وصلت لكم ولا لا الاستبانة دي قبرة عن 30 سؤال رابط وفي تعميم رسمي من سيادة العميد وبدأنا نبعد مش عارف وصلت لحضراتكم او لبعضكم من 10 الاف جلنا مجموعة الردود وانا بقرأ الردود كارثية عايز تعرف مدى قوة او فعالية او كفاءة عمل اي مؤسسة من عدمه هات عشرين واحد من المؤسسة واسألهم نفس السؤال عن التعريف بالمؤسسة اذا جانت الاجابات مطابقة اعرف انها مؤسسة متينة اذا كان كل واحد بيجاوب من ناحية وده بيجاوب من هنا وده بيجاوب من هنا وده شايفها بالطريقة دي وده شايفها اخ قدرة وده شايفها زرقة وده شايفها بعيدة وده شايفها قريبة انت محتاج متانة في المعلومة طيب عشان تبع عندك متانة في المعلومة لازم المعلومة يكون فيها خمس مواصفات اي معلومة متينة لازم تعدي على خمس مراحل معلومة كاملة صحيحة مدققة مجربة مطابقة اي معلومة متينة لازم تعدي على خمس مراحل دول معلومة كاملة صحيحة كاملة مدققة مجربة مطابقة مجربة مجربة مجربة